في سؤال طويل بيول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا متزوجة من سنتين وغضبانة بقى لي خمس شهور وجوزي قال لي رجعي وخلاص من غير حتى ما يشوف حل المشاكلنا هو شكاك ودايما يقول لي ربنا فوق وامي واخواتي تحت هو بيضربني وبيهني ومش بيتعامل بالمودة والرحمة نهائي رفع علي انظار طاعة واصبحت قضية فرديت عليه بقضية وحد كبير من عندي يكلم اخوه وكلمه عشان نحل ودي او نتطلق ودي بس هو مش راضي باي حل وحلف ان عمره ما هيجي رفعت عليه قضية الايمة ويتحكم عليه حبس كمان اسبوعين انا مش عارفة اعمل ايه معاه حاولت ابعت له رسالة عشان اقول له نتفاهم بالود وهو مش بيرد هل انا كده علي زنب وهل في ايدي حاجة اعملها عشان اصلح الوضع معرفش يعني ايه معرفش الحياة اللي زي دي لازم اشوف الطرفين اشوف انت عملت ايه وهو عمل ايه عشان اقدر اقولك انت ظلمت يقول ما ظلمتيش انت حاجة تيدي حكاية طويلة اه انا عارف ان انت كتير بتقولوا هو ليه بيجاوب علينا كده عشان في الحقيقة انا عندي مش بس علم قرآنه من الكتب انا عندي خبرة فمش هقع في فخ ان في حد يعود يحكيلي وارحو ااخد الكلام ده ويرميه في وش الزوج او ياخد الكلام ده ويرميه في وش الزوجة انا عقولكم حاجة كل مشكلة زوجية سببها الاتنين سببها الزوج والزوجة زي ما احنا شايفين قضية طاعة قضية نفقة قضية ما عرفش ايه قضية ما عرفش ايه والاولاد انت طبعا ما ذكرتليش الاولاد الاولاد بيتهرسوا في النص في هذا الصراع المقيت عايز الحل تعالوا نقعد نتكلم وننصحكم انتو الاتنين لان بالمناسبة احنا عندنا قاعدة زي ما كان سبب المشكلة الزوج والزوجة الحل بيكون بالزوج والزوجة الحل بيكون بكم انتو الاتنين انا عارف ان انتو رفعين قاضي تعالوا قلونا ان انتو بتعملوا كده وهم استعجلين نتكلم معاكم لكن ابدا مش هاقولك ان انتو صح وهو آثم شرعا وهو حرام عليه ما جايز انت كمان تكوني آثمة شرعا وهو حرام عليك قد تكون انت ظلمتي وقد يكون هو ظلمك مش المهم من اللي زرامت تاني المهم اللي احنا ما نستمرش في الظلم تعالوا وروحوا للمتخصصين عشان من اعظم الظلم ان يستمر الانسان في الظلم بلاش يستمروا في الظلم وظلمكم ما يبقاش ظلم لانفسكم بس لكن يكون ظلم متعد كمان لأولادكم شوية رحمة بنفسكم وبأولادكم عشان ربنا سبحانه وتعالى ارحمكم ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء لو استمرت بهذا الطريقة كل واحد يشوف حق وعلى التاني من غير ما يشوف ايه هي المودة والرحمة والسكينة انتوا هتظلموا نفسكم ونظلموا أولادكم وعشان كده تعالوا عشان نتكلم ونشوف الحل ايه يا سيدة احنا نكون منتكلم عن الشجاعة وبالذات في السؤال ده الشجاعة ان انت تحل الشجاعة ان انت تكون قوي بانك انت تعمل تغيير كل اللي سامعيني حتى لو حسين ان انا جيت عليه مرة استيت هتحس ان انا جيت عليه مرة الحسنة لا خليكم شجعان واجهوا نفسكم بل الانسان على نفسه بصير ولو القى مع زير يا سيدة استمروا في الشجاعة واجهوا مشاكلكم واطلبوا ربنا سبحانه وتعالى المدد والله سبحانه وتعالى لا يترك عبدا أليس الله بكاف عبده اتوكلوا على الله وحاولوا تكونوا شجعان وغيروا حياتكم واجهوا مشاكل بيوتكم ووجهوا مشاكلكم في الدائرة القريبة منكم فالأقربون أولى بالمعروف وأولى بالشجاعة كونوا شجعان وحصنوا بيوتكم ورعوها هو دوة أصل الشجاعة أصل الشجاعة ان انت تكون صاحب مسئولية وتبادر وتحمي أهل بيتك أول ما تحمي يا رب الهمنا ان احنا يكون أقوية بمددك وبنصرتك وبنظرك إلينا يا رب جعلنا أقوية عشان نتجاوز هاجهز نفسنا اللي بتقولنا ان انتو مش هتقدروا تغيروا احنا عارفين ان احنا لا نستطيع ان نغير ولكن مددك هو الذي يجعلنا نستبشر ونرى ان المستقبل مليء بالخير نحن نستعين بك يا مولانا لأننا نعلم أننا إذا استعنا بك سنجدك أمامنا تنور مستقبلنا وتزيد في مددك لنا يا كريم يا ودود يا رب العالمين الهمنا رشدنا وكن سندنا في كل وقت وحي ترجمة نانسي قنقر